مصر أشوف أنها بتلعب دور تاريخي في منتهى الضخامة لخلق محور عربي إسلامي بكياء بقرار أو بضغط موحد على الاحتلال الصهيوني لوقف إطلاق النار أو لإيقاف هذه الاعتداءات الغشمة إلى أي مدى ممكن نصل إلى نجاح هذا الموقف الموحد؟ أنا شاف الموقف الموحد كان واضح جدا في قمة الرياضة يا أستاذ يسف كل الدول المساحة المشتركة دعوة مشتركة دعوة موحدة بنفس النبرة بنفس القوة بنفس الأداء بنفس التون كل الزعماء موحدين ده إمتى ممكن يأثر على نوصل به لمرحلة إن إسرائيل توقف إطلاق النار دايما الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا هي دولة عملية يؤثر فيها فقط المصالح أنا رأيي لو قدرنا نأثر في مصالح الولايات المتحدة الأمريكية سوف نجبر الولايات المتحدة الأمريكية أنها تضغط على إسرائيل لأنه أنا في تأدير الشخصي الدولة الوحيدة اللي ممكن تقنع إسرائيل أو تضغط على إسرائيل أو تتكلم مع إسرائيل في وقف إطلاق النار هي أمريكا الأوروبيين مع كامل احترامي ليهم ومحبيتي ليهم هم في الآخر شدوا أو يعني ضل للموقف الأمريكي أمريكا عايزة شمال هم يروحوا شمال أمريكا عايزة شمال هم يروحوا هم لسه عندهم عقدة الحرب العالمية التانية أذكر حضرتك مثلا لما ماكرو فكر يعمل جيش موحد في أوروبا الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترامب قال له لو إحنا تأخرنا عليكم كنت إنت دلوقتي بتتكلم ألماني يقصد إيه؟ كان يقصد أنه إحنا اللي أنقذناك من الألمان والنازيين في الحرب العالمية التانية كلهم طمار روس أنه بدور مهم جدا لا هو ينسى الموضوع ده هو ينسف كل حاجة لنفسه علشان كده أمريكا هي الوحيدة طب إمتى أمريكا تتحرك أو تاخد موقف ضد إسرائيل أنا رأيي هو أمر مرتبط بالمصالح يعني أول شي مصلحة الحزب الحاكم حزب الرئيس جو بايدن الحزب الديمقراطي أول شي هذا الحزب بدأ يحصل فيه عنده مشاكل على سبيل المثال عملوا اثنين استطلاع رأي استطلاع رأي أمر ومركز بيو وده مركز مشهور جدا في أمريكا والمركز الاستطلاع التاني عميته من ثلاثة أيام فقط وكالة رويترز مع أفسوس قالوا حاجة في غاتل أهمية قالوا إن شعبية الرئيس جو بايدن تراجعت بين الديمقراطيين مش الجمهوريين ولا المستقليين بين الديمقراطيين 11 نقطة وعلى المستوى الوطني خسر 7 نقط الناس اللي يشتغلوا في الإدارة الديمقراطية نفسه في زورة الخارجية الأمريكية كلهم بيبعثوا رسائل لجو بايدن بيقولوله هذه السياسة سياسة خاطئة بتضر مصالح الوات المتحدة الأمريكية النهاردة الصبح نشرت رسالتين من دبلوماسيين أمريكيين في شرق الأوسط السفارة الأمريكية في عمان في الأردن والسفارة الأمريكية في سلطنة عمان بيقولوا الرسالتين إن أمريكا بنحيازها لإسرائيل بهذا الشكل السافر هتخسر العالم العربي بالكامل مش دلوقتي بس كل الجيل العربي الحالي واخد موقف ضد المصالح الأمريكية وضد الوات المتحدة الأمريكية وإن لازم الوات المتحدة الأمريكية تغير وتعدل من مصالح المظاهرات اللي جوا في الوات المتحدة الأمريكية ما فيش مكان راحه رائيجو بايدن من 7 أكتوبر لحد النهاردة إلا ما الناس يقولوا في الحرب كان آخرهم عمبارح في سان فرانسيسكو لما تشوف هيئة زي هيئة المعونة الأمريكية وهيئة التنمية الأمريكية ألف موظف وده اللي بيشتغلوا في الخارج يعني بيلتلامسوا مع الناس في العالم بعتوا رسائل الرائيجو بايدن بيقولوله ما تقوم به خطأ وخطأ شنيع إنك تقف مع إسرائيل وتخاطر بمصالح مع 22 دولة عربية في النهاية لنا مصالح مع هذه الدول لما تشوف أعضاء يعني مؤثرين جدا في المجلس الشيوخ يعني على سبيل المثال السيناتور بيرني سندر بيرني سندر ده أكبر سيناتور في مجلس الشيوخ عنده شعبية عنده شعبية أكتر من رئيس جو بايدن وهو أساسا أزحوه لأنه هو يعني يهودي ما كانتش في الانتخابات بتاعة هلالة لينتون وانتخابات بتاعة جو بايدن هو كان عنده شعبية أكتر وهو رغم أنه هو رجل يعني يهودي ولكنه مؤمن بحق الدولة الفلسطينية وأقام الدولة الفلسطينية وكتب رسالة مؤسرة جدا لبايدن بيقوله اللي بتعمله ده لا يتفق مع المصالح الأمريكية حتى المشرعين اللي هم طول عمرهم بيدعموا إسرائيل يعني أحد السيناتورات اللي في لجنة المخصصات المالية وهو كريس ميرفي كريس ميرفي ده سيناتور كبير جدا ليه 30 سنة بيصوت لصالح إسرائيل يعني في 30 سنة لم يتأخر يوم عن التصوص إسرائيل هذا الرجل بعت رسالة لرئيجو بايدن بيقوله أنت تخسر شعبيتك ليس فقط في أمريكا لكن في العالم كله عليك أن تتخذ موقفا مختلف لذلك أنا في رأيي عندما تتأثر مصالح رئيجو بايدن مصالح الحزب الحاكم الحزب الديمقراطي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ما يعكسه الدبلوماسيين في الشرق الأقصد أقصد الدبلوماسيين الأمريكيين أنا في رأيي نحن نفعل ونؤثر وتغيير والتغيير في الموقف الأمريكي قادم لمحالة بإذن الله أنا أشكرك جدا 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 يا دكتور أيمان نورتنا شكرا جدا جدا